بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة كل عام وأنتم بخير والشعب المصري العظيم في سلام وأمان بمناسبة شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات الحضور الكريم يتجدد اليوم لقاؤنا السنوي ومعه تتجدد ساعدتي وفخري بلقاء عزيمات مصر العظيمات في القوة وفي الحكمة وفي الصبر وفي التضحية وفي عشق الوطن وفي حفظ هوياته وأصالته وأستهل حديثي إليكم اليوم بتقديم خالص التحية والتقدير إلى المرأة المصرية أقول لكل سيدة وفتاة لكل أم وزوجة وابنة كل عام وأنتم مبعث فخر لمصر كل عام وأنتم صوت الضمير ورمز التضحية والرحمة كل عام وأنت مصدر السعادة والبهجة والداعمة في وقت الشدة عزيمات مصر يزاد فخري كل عام وأنا أشهد ما وصلت إليه المرأة المصرية وما حققته من إنجازات في جميع المجالات ومع شعوري بالفخر يزاد يقيني بأهمية مواصلة تعزي الحقوق المرأة باعتبار ذلك هو الطريق القويم نحو إقامة مجتمع صحي ومتوازن يستند إلى العدل والإنصاف ويستفيد من جميع الطاقات الكامنة في بناته وأبنائه ترجمة نانسي قنقر